وبالتالي وبالتالي ده اللي انا عايز اوصله يا جماعة اذن طيب جيت انت بعدت الالتحاد الدولي جيت بعدت الالتحاد الدولي فبتقول له الالتحاد يا دولي هو انا ينفع عيد الالتحاد الدولي دخل عالسيستم بتاعه لقى اللعيبة متأيدة قال لهم خلاص انا ده العيبة عندي متأيدة الموضوع ده شأن داخلي انت تأكد ان النادي ده عمل الخطوات السليمة طيب هو ما فيش خطوات غلط ما فيش خطوات غلط زمالك عمل الخطوات السليمة زمالك عمل الخطوات السليمة اللي يأكد الخطوات دي هو الالتحاد اللي هو بقى يدوس ويطلع الكرنيهات ويديها للزمالك تمام طيب هنا السؤال طلع علينا مسؤول كبير في النادي الاسماعيلي قال الاسماعيلي ما دفعش ولا جنيه والاسماعيلي عنده مشكلة واحنا عارفين كلنا ان الاسماعيلي عنده مشكلة وان الاسماعيلي الوزير الشباب ورياضة الدكتور اشرف صبحي وعد انه هيحل الموضوع وانه هو اللي هيدفع الفلوس للنادي الاسماعيلي فتم قيد اللعبين مع ان احنا قبل فتح باب القيد سمعنا ان الاسماعيلي ممنوع من القيد بسبب موضوع ابراهيم حسن وبسبب امور كده ومعرفش ايه فاكرين وبسبب لعيب تاني اخر مش عارف من امريكا الجنوبية ومش عارف حقيقة كده يعني وطلع الكلام ده مش حقيقي وان لسه القضية شغالة وكلام من هذا قبيل وتم القيد طلع برضو مسؤولين ان الاساس العامري فاروق راح اكتر من مرة لاتحاد الكورة عشان في انتقالات الصيفية اللي فاتت كان الاهلي عليه فلوس وايد برضو ولغاية ما جدول الفلوس ودفع جزء من الفلوس وجدوله الفلوس النادي الاهلي وما زال عليه فلوس وما زال كل الاندية المصرية عليها فلوس اسوان اللي اشترينا منه احمد بالحج بارمع بليون وشوية ودفعنا له الضريبة المضافة وحاجات كده كاش راح دفع جزء وعليه فلوس فكل الاندية المصرية عليها فلوس طالما الموضوع بالنسبة لاتحاد الكورة هو مش نوع من التحدي ما بين اتحاد الكورة ومشار مرتضى منصور او نوع من مين اللي هينتصر ومين الاقوى هي موضوع فلوس خلاص القصة فلوس خلاص طب الزمالك طالما انا عندي القدرة ان انا اقيد لعيبة ومارمهاش في الشارع ومخليش اندية مصرية تدفع فلوس للعيبة عالفاضي عشان يتمرنوا وعندي نادي بيمسني في افريقيا هيلعب مطش مصيري امام الترجي وانا تسببت كاتحاد كورة ان انا مخليتش النادي ده اللعيبة دي تلعب في مطش شاباب الوزداد ولا تلعب في مطش المريخ والنتاج بتاعي كالسلبية فالمفروض انا كاتحاد اكون مساند للاندية اللي بتمثل مصر كما يقال بتمثل اتحاد المصري لقرة القدم وبالتالي لازم انا اكون معاون للاندية طيب انا مشكلتي ايه مع النادي الزمالك مشكلتي مع النادي الزمالك انه هيدفع فلوس وانه يدفع توثيق عقود احمد بالحج وشبانة وناصر منسي ما يجي سجلهم لازم يدفع لهم رسوم التسجيل تمام طيب انا كنادي روحت ادفعتلك خمسة مليون جنيه وبعد كده هدفعلك جزء تاني وبعد كده ما روح حضرتك تديني الكارنهات قبل ما اتطلعلي الكارنهات هدفعلك فلوس توثيق اللعيب طيب ايه مشكلتك نادي الاتحاد ايه مشكلتك هو 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 وبعد كده ما هو دخل الاندية الاخرى يعني بشوف مثلا النادي الاهلي وبعد صحفيين النادي الاهلي بيتكلموا في موضوع قد زمالك هو حضرتك انت مش قايت في الصف وكان عليك فلوس هو انت مثلا انت يعني مال 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 الاندية الاخرى بقصة مرتبطة بالمال يعني قصة مرتبطة بفلوس الدفع فلوس اتأخرت النادي اتحاد القرى نفسه عليه مديونية يعني اتحاد القرى مصر عليه ملايين الملايين المديونيات لناس كتيرة قوي منهم استاد القاهرة المنتخبات كلها بتلعب على استاد القاهرة فانت عشان تأجر استاد القاهرة لازم تدفع 150 الف جنيه بقى الاتحاد القرى بقى له 3 سنين بيلعب مطشاط المنتخبات او مطشاط الاندية او الناشئين او الاولمبي وما تفعش جنيه متأخر فلوسه متأخرة طيب اش معنى انت بتسمع لنفسك ان انت تأخر فلوس على مؤسسات كتيرة في الدولة وزعلان ان الاندية المصرية منها الزمالك وانت تعلم جيدا ان الزمالك هو النادي الوحيد من ضمن 18 نادي اللي محجوز على فلوسه في البنوك اي تعامل ما بين الاتحادات وما بين الاندية بيكون عن طريق البنوك وعن طريق شيكات فانت الاول مرة تطالب الزمالك بشيكات بفلوس سيولة مالية طب انا انا في النهاية هجيب لك فلوس ازاي هجيب لك فلوس في شوال لازم يكون فيه تفاهم الاتحاد الكوري يقول لك اه زمالك عنده مشكلة ان فعلا الفلوس محجوز عليها فما ينفعش يطلع شيكات ولو طلعت الشيكات هروح اصرفها على ان انا مش هيرضى البنك يديني فلوس لان فلوس الزمالك محجوز عليها تمام وبالتالي الزمالك نادي اللي بيمثل احد الاندية المصرية اللي بتلع في افريقيا عنده مشكلة في الحجز على امواله مثلا فلو فيه ناس بتقول ليه انت تتأخرت على الفلوس عام مرتضى ليه تمام يا جماعة تم حضرتك انا عندي مشكلة في الحجز على الفلوس يعني هل هل نادي الزمالك عنده مشكلة انه يدي الناس فلوسها هل نادي الزمالك نصاب مثلا هل نادي الزمالك نصاب على حد قبل كده هو بيدي الفلوس ولو فيه لو فيه حاجات خلافات قانونية كان فيه خلافات ما بين الزمالك وحمد النجاز وطلع مشار مرتضى اولا على حق كان في خلافات ما بين قهربة ونادي الزمالك اللحق كان في خلافات مع بعض اللعيبة او مع بعض المدربين وطلعوا المدربين هم على حق والزمالك ده فعلهم فلوس وبالتالي فكرة ما يحدث انا شايفه ان هي خناقة شخصية ازاي هو اشتمني ازاي هو يتكلم علي ازاي هو يقلم الاتحاد طب والله ما نمأيده لعيبة وده كل ده على حساب نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك وجماهير بالملايين انا وانا ماشي النهاردة في الشارع وكنت عنده الدكتور وانا ماشي ناس كتير قوي بتقابلني كابتخادهم اللعيبة هتقايد في المطار كابتخادهم اللعيبة هتقايد كابتن هو اللعيبة هتقايد طب اللعيبة هتقايد هو اللي بيعملوا كده ليه طب الاتحاد ليه طب معرفش ايه الناس كلها في الشارع كل الزمالكوية انت بتخطب ملايين انت مش بتخاطب بالمستشار المرتضى منصور انت هي مش خناقة شخصية ما بينك وما بين المستشار المرتضى منصور ثم مع كل احترام والتقدير الاندية الاخرى ما بينهم النادي الاهلي ارجو النادي الاهلي مايدخلش نفسه طرف في هذا الموضوع مايدخلش نفسه طرف في هذا الموضوع لان الامور المالية انت عندك مشاكل المالية عندك لعيبة ما خدتش فلوسها عندك لعيبة محترفين عليك دولارات مش عارف تجيبها الامور الاقتصادية او الاوضاع الاقتصادية او الحجز على النادي او 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 ما يدخليش الاندية تخشش مال في بعض ممكن انا في قناة النادي زمالك حاولت عن ادافع عن النادي الاهلي في موضوعه مع الهلال السوداني فاتمنى ان الاندية ما تخشش في موضوع مش موضوحها وزي ما انا منعت من القيد بقرار من الاتحاد الدولي بعد ما مضى حسام اشرف لأحد اكاديميات الكاميرون ومنعت صيف وشتا من اللعيبة ثم استعدت مرة اخرى قدرتي على قيد اللعبين في الصيف اللي فات فهديجي الاتحاد الكرة يمنعني لتالت مرة في اربع مرات يعني اربع مرات انا ليه اربع مرات في سنتين قيد لعيبة يبقى ممنوع تلت مرات من قيد لعيبة وعايز في رقتي تنافس وعايز في رقتي تحاول وعايز في رقتي تاخد بطولات وعايز اقف على رجلي في افريقيا اتمنى ان القصة دي تنتهي لان تباقي تبيخة جدا 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 وواضح جدا لكل الناس ان اتحاد الكرة ده كان واخد قرار ضد مرتضى منصور وما يعرفوش ان القرار ده ضد نادي الزمالك وجماهيره بالملايين اتمنى بكرة نسمع الخبر اليقين وطبعا المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات هو اللي هيتخذ القرار النهائي بكرة ودي لجنة مستقلة اتمنى من طبعا استاذ عادل او المستشار عادل الشرباجي يعني طالما فيه كدرة على ان احنا نقف جنب الاندالة المصرية فيه كدرة ان احنا نحل فيه كدرة ان احنا ندفع الفلوس وخلاص القصة طالما فلوس مش خناقة يبقى نحل عشان نادي الزمالك عنده مباراة مهمة جدا 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 امام الترجي يوم السبت اللي جاي في استاد رادس وهؤلاء اللاعبين مهمين جدا جدا خصوصا ان احنا فقدنا لعب مهم زي امام عشور بيتقلق في الدوري الدنماركي او في اليوروبا ليج وفقدنا لعب اخر بيتقلق في الدوري السعودي او الدوري الدرجة التانية السعودي كابتن يوسف اوباما فاتمنى ان شاء الله ان بكرة نسمع الخبر وانا هكون موجود معاكم بكرة في قناة زمالكاوي وان شاء الله اللاعبها تتأيد واللعبها عايز اقول لكم بتمر بالظروف نفسية صعبة جدا 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 لا تخيل العيب بيعشق قرة القدم امل حياته انه ينتقل لنادي في قيمة نادي الزمالك شبانة بقاله سنتين بيحلم بالقرار دوت منع اول مرة انه يلعب السنة اللي فاتت بسبب عدم قدرتنا على القيد اول ما انتقل بيمنع تاني النهاردة ناصر منسي حلم من احلام حياته من هو صغير زمالكاوي احمد بالحاج بيبتدي مشواره بعد ثلاث شهور فقط ينتقل لواحد من اكبر لانديه في الوطن العربي بعد ما تقلق مع نادي اسوان كل دول لعيبة بتحلم بتحلم ببكرة ولعيبة بتتمنى انها تعمل انجاز لنفسها ولنديها ولوطنها وبالتالي اتمنى ان اللعيبة دي برضو دايما الاتحاد الدولي بيروح لان نقف جنب اللعيبة ما نقعدش اللعيبة في البيت ما نقعدش اللعيبة في البيت ان شاء الله بإذن الله بكرة موضوع يتحل ونسمع خبر يقين برئاسة طبعا المسشار عدل الشرباجي في وجود طبعا مسشار مرتضى منصور ويعلن بكرة ان شاء الله قيد لعيبة الزمالك ان شاء الله ويكونوا جاهزين لكل المباريات القادمة حتى نهاية الموسم بإذن الله